نظمت بعثة مصر دائمة لدى الاتحاد الأفريقي بأدس أبابا جلسة نقاشية بمقار الاتحاد الأفريقي تمهيدا لإطلاق سلسلة من الفعاليات التي تعتزم تنظيمها خلال الأشهر المقبلة وذلك في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 ركزت الجلسة الأولى على التعريف بأولويات الرأسة المصرية في مؤتمر المناخ حيث أكد سفير محمد جاد سفير مصر لدى اتيوبيا ومن دوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي الأهمية التي تليها القارة الأفريقية لموضوعات تغير المناخ باعتبارها القارة الأكثر تضرورا من تبعات تغير المناخ والأقل تساببا فيها مشعددا على حرص مصر على إحراز تقدم في كافة مسارات التفاوض الخاصة بتغير المناخ